كريمة سألتني النهاردة وبتقول لي طيب انا اشتريت الطقم كامل وهو غالي جدا بس اشتريته على اساس انه مش بيغير لون وصحي ومش بيتجرع هل ده حقيقي او لا لان انا مسموح لي بالاسترجاع وانا متابعة جديدة وما كنتش لسه شفت الريفيو نجلاق قالتلي لو سمحت ام رفيف انا اشتريت طاصة ريزولي قبل كده قبل ما اشوف رأيك في دلوقتي انا بحاول اشوف رأي الناس في ما لقيتش ريفيوهات عنه غير حضرتك يا ترى بعد استعمال عام ايه رأيك فيه هودا قالتلي ممكن حضرتك تقوليلي عن تجربتك في جرانيت ريزولي افضل او سافلون وميرفت عايزة تعرف اسم المحل وكمان نرورو كلهم عايزين يعرفوا اسم المحل امنية كانت عايزة تعرف الجريل لو سمحت مقاسها كام في كام بالظبط لو تقداري تفيديني الطول ايه والعرض ايه واسئلة كتير جدا على فيديو جرانيت ريزولي ايطالي وده فيديو النهاردة بعد استخدام لو انت جديدة معي على القناة اهلا بيكي انا مامة رفيف تابعي الفيديو للاخر ان شاء الله تستفقتي بس لو انت من البنوتات اللي بتتخنق بسرعة من طول الفيديو عايزة تعرف خلاصة الفيديو ايه فيديو النهاردة خلاصته ان جرانيت ريزولي من اسوأ انواع الجرانيت اللي انا استخدمتها في مطبخي اتجرح معي بسرعة جدا قبل ما يتم سنة الافضل منه سافلون لان انا جربته ونيو فليم لو حابة تشتريه فيديو النهاردة دي خلاصة الفيديو بس لو حابة تكملي الفيديو للاخر عشان بتحبي التفاصيل قوي كمليه معي ان شاء الله تستفادي بصوا يا بنيات طلبت من المحل لما روحت له قلت له انا عايزة جرانيت يعيش معي فترة طويلة جدا احنا عارفين ان الجرانيت ما بيعيش فترة طويلة مش من الحاجات المعمرة زي الاستلس او الالمونيوم من وقت معرفنا ان الالمونيوم خلاص ما بقاش صحي ما بقيتش استقدمه واتجهت ان انا اجيب الجرانيت لان انا متجوزتش به اصلا فانا باشتري بقى كنت بدور على احسن حاجة دي اول حاجة وتاني حاجة تعيش معي بقى لعمر كله فالمحل اللي انا كنت بتعمل معه من وقت ما كنت عروسة اصلا وبجهز ده المحل اللي انا بتعمل معه على طول لان حاجته حلوة في نفس الوقت اسعاره مناسبة جدا عن باقي المحلات لانه طيبا عايزة حاجة حلوة قوي وشفت الجرانيت الريزولي بس شفت اللون ده اللي هو دوك دون الاخضر وكان عندهم اللون الدهبي اللي هو بيطلع دلوقتي قدامكم على الشاشة انبهرت مش قادر اقول لكم انا لما شفته انبهرت قد ايه الطاصة دي يا بنات عاملة زي الحلة كده شوية كبيرة واللي هو الجريل بتاعتها اللي هي الخطوط دي سميكة جدا سميكة عالية قوي عالية قوي عن الجريل نفسها عجبتني قوي والغطى بتاعها بايركس كنت خايفة منه شوية علشان بايركس وكده وبعدين قلت خلاص هي دي اللي انا هشتريها وبعدين وانا يعني بشوف الاسعار اكتشفت ان هي بـ 1200 جنيه يعني الجريل بـ 1200 جنيه تقريبا نفس الحجمة او اكبر شوية عالية شوية وليها غطى بـ 1200 جنيه طبعا ما كنتش عاملة حسابي على المبلغ ده خالص وما كنتش اعرف ان الجرانيت ريزولي الاطالي من اغلى انواع الجرانيت في مصر ورده انا مجربتهوش بس كشكل وكتقل وكخامة باين عليه جدا ان هو حاجة فخمة وحاجة طيمة فقلت له ليه قال لي عشان ده دكتور جولد وصحي وقاعد يقول لي بقى شوية مكونات وحاجات ان هو حلو جدا فقلت له هو مفيش حاجة تانية غيره يعني مفيش غريل الجولد او الجرين فقال لي لا فيه ده اللي هو الاسود اه هو 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 ريزولي مطبوع عليه ان هو ايطالي وكل حاجة يعني شفت كل المكونات وانا باشتريه اهو ميدن ايتالي هي بنت محفور عليه كمان من ورا ان هو ايطالي فما يعني انا متخمتش فيه ولا حاجة يعني هو اه سليم يعني هو منتج ريزولي ايطالي سليم مية في المية اللي حصل بقى انا باستخدم بصو عايز اواريكو انا باستخدم اي حاجة جرانيت عندي او تفال باستخدم لها المعالق اللي هي اه السيليكون يعني انا ما باستخدمش غيرها سواء هي اه معلقة اه او حتى اه او حتى فورشة يعني كل حاجة باستخدمها باستخدمها سليكون عشان لحفاظا على المنتج اللي انا شريعي لان هو غالي جدا اه السعر بتاعه بقى هسيبه لكو دلوقتي عالشاشة لان انا فعلا مش فاكرة بس هو كان 365 جنيه للجريل ولاتصل عيون 420 تقريبا بس السعر احطولكو هنا بالتفصيل اه فزي ما انتو شايفين انا باستخدم الحاجة السيليكون المعالي السيليكون علشان الحاجة ما تتقربش مني وبحافظ عليه بخسله بليفة نعمة جدا محافظ عليه مية في المية يعني بعد فترة من الاستخدام لقيت المنتج بتاعي اه 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 طلعلي فيه حاجة كده من فوق بصوا يا بنات لقيت فيه حاجة غريبة بتحصل كده في المنتج نفسه اه اه حاجات بتبقى برزة من فوق يعني انا دلوقتي بحطي ايدي على الجريل نفسها الحتة دي برزة الفوق ودي كمان معرفش ايه يعني معرفش ايه الحاجات اللي بقت برزة الفوق في الجريل نفسها خلاص والكارسة بصوا شايفين مخدوشة ازاي مخدوشة من هنا بقى من الحروف خلاص ومن الحروف هنا كلها اهي لو تاخدوا بالكم بصوا كلها مخدوشة اهي كلها مخدوشة يا بنات شايفين من هنا من الاطراف كلها بتاعت الجريل نفسها طبعا اه انا انا بخسلها زي ما قلت لكم محافظة عليها جدا اه انا كنت مفكرة دي بتدخل الفرن اتضح لأ ان دي مش بتدخل الفرن دي اه اه عشان لما تيجي تخزينيها في تقفيلة المطبخ يعني او دولاب المطبخ اه اه تعرفي تخزينيها يعني بتاخدش مساحة انما مش بتدخل الفرن لان انا ده اللي حصل للجريل انا استخدمتها كتير الحقيقة استخدمتها كتير جدا شويت عليها كل حاجة انا جايبها عشان استخدمها فمش معقول مش هستخدمها اتضح لي ان هي حتى مش جرانيت اللي هو يتخدش مثلا خدش بسيط لا انا حسيت ان هي متلونة اسود يعني انا حتى مش تفال يعني انا كده خلاص مش هستخدمها تاني وغالية جدا خليني بقى اكلمكو عن الجريل العيون هي الحقيقة ما جرلهاش اي حاجة خالص يعني متخدشتش لان انا ما استخدمتهاش قد ما استخدمت التانية بس رفيف اخر من كام يوم عملت قملتلي نفسها بصوا خربوش بسيط جدا يعني اتخربشت بس الطبقة ما طلعتش زي الجريل يعني الطبقة ما طلعتش زي الجريل دي بس اه العلامة هي كانت بتعمل بيها اه واضحة جدا هنا خلاص هي تقيلة مش زي الجريل دي مش تقيلة تقيلة شوية الى حد ما اه يعني لان الجريل عايز اقورها لكم من تحت اه الطبعة بتاعت الريزولي نفسها اه محفورة لفوق مش مش محفورة لتحت بصوا ده كمان اللي انا لاحظته يعني اهال الطبعة بتاعتها لفوق اللي هو الحفر بتاع الشركة نفسها لفوق اما الحفر بتاع الشركة من هنا محفور لتحت مش لفوق فانا مش عارفة الفرق بينها وبين اه يعني الفرق بينهم ايه بصوا بقى الجريل دي بصوا لون اللون من تحت اتغير خالص معايا تحس ان هو لونه مجنزر كده مش عارفة ليه مهما غسلتها بالسلك مش بيطلع معايا نفس اللون ده بيبقى موجود اه انا كنت فارحانا ان هو من تحت استلس علشان الجرانيت اللي هو اللي كان عندي الاول اه ام من تحت كله زي بعضه فلما كان بيتغسل من تحت كان لون الجرانيت نفسه بيصفر وبيطلع فكنت مبسوطة ان هي استلس من تحت اللون ده ما يهمناش احنا مش بناكل هنا احنا بناكل هنا فهو المشكلة في هنا خالص المشكلة ان دي خلاص يعني بمبلغ وقدره بعد مرور سنة هتتغير العيبة بتاعته انا رمتها يعني عدت فترة طويلة عندي وفي الاخر رمتها لما رمتها كنت قبل ما رميها صورتها الصور اللي تطلع دلوقتي الصور مش واضحة قوي بس لما قريتها لقيتها ان هي معاها دمان ثلاث سنين فانا هروح المحل هاخد معايا الطاصة نفسها الجريل نفسها وهوريها لهم معرفش بقى هيغيروها لي او لا لان انا معايش الكارتونة بتاعتها اللي هي العلبة العبوة بتاعتها مبره فانتي لو جبتيها وعندك لسه الكارتونة واستخدمتيها وعايزة ترجعيها لا ترجعيها خلاص لكم الفارق بين وبين الجرانيت السافلون بصوا بقى دي الحلال السافلون السافلون التوركي كنت عملت لكم ريفيو عنها قبل كده بالتفصيل وايه عيوبها وايه مميزاتها بقى لها سنتين وشوية او ثلاث سنين ما بيلزقش الاكل خالص حلو جدا الحاجة الوحيدة العيب الوحيد اللي انا لقيته فيه ان ايده بتسخن من هنا درجة الحرارة حتى لما تبقى النار واطية درجة الحرارة بتخلي الايد هنا سخنة فلما بتفضل فترة طويرة على النار بشم رحة شياط من الايد نفسها لان الايد دي مش بلاستيك او باغة يعني مش جرانيت كنت مفكرة ايدي هي كمان جرانيت ده العيب الوحيد الي فيه والستلس بتاع الاغة بتاعه حلو جدا انا بس مش عايز اقلبهلكم من تحت لان هو عكس اه حلوة اوي 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 وعاجبني جدا بردو الحاجة الوحشة الي فيه اللعيب بردو الي فيه ان الغطة لما بيتحط كدا لما الغطة بيتحط كده بوصوا الحاجة الوحيدة الي فيه ان الغطة بس بيعلم هنا بيعلم هنا في مغير اللون هنا بس لكن الطبقة لم تشلت الفرق بينه وبين الريزولي ان هذا الجرانيت انا اشعر انه الطبقة سميكة جدا سميكة قوي لدرجة انها تفضل لان هي لم تخربشت مني نهائي الفرق بينه وبين الريزولي ان الريزولي اشعر انه طبقة خفة جدا يعني حاجة كده مثل مطلية زي عملينها كده فانصحكم تجيبوا طبعا السافلون احلب كثير سواء كان في سعره او سواء كان في الخامة نفسها وفتقل المنتج نفسه الخامة نفسها حلوة دي اصغر حلة وبالمناسبة ما اريد اقول لكم انه مش معمر يعني انت لما تشتري الجرانيت اعرافي ان انت مش هيقعد معاك اكتر من الخامس سنين مهما كان سعره ومهما كانت جودة المنتج بتاعك لما انا اشتريت دي وعلى اساس ان هي ارخص شوية هي ارخص من دكتور جرين وارخص من الجولد بس مش ارخص من بقية المنتجات اللي في السوق المصري مش ارخص من السافلون ومش ارخص من النيو فليم ومش ارخص من الحاجات التانية دي هو ارخص من الاعلى منه في نفس الجودة بتاعته فهمتوني اكتر اتمنى لو عاجبك فيديو النهاردة تتغطيله لايك ولو لسه ما اشتركتش في قناتي اتمنى تشتركي عايزة لايك للفيديو دي يا بنات يعني ياريت اضغطوا لايك للبنات اللي مش بتحب تضغط لايك اضغطي لايك للفيديو ده بازدات عشان البنات اللي نوية تجيبه او البنات اللي اشتريته وفي فرصة ان هي ترجعه ياريت عشان الفيديو يوصل لها اشوفكم في فيديو جديد على خير وباي باي